الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين وبعد في اللقاء الثامن والأربعون في كيف عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم حديثنا عن تعامله مع ذوي المكانة وذوي الهيئات وذوي الجاه كلنا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم عنده سمو أخلاق في كل معاملاته بل وصل إلى مرتبة الكمال صلى الله عليه وسلم في كل معاملاته مع فئات المجتمع مسلم أو كافر غني أو فقير رئيس أو مرؤوس وقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل ذوي الهيئات معاملة خاصة بإكرام واحترام عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل ذي حق حقه فلا ينزل كوراء الناس من منازلهم بل يحفظ لهم مكانتهم الخاصة في أقوامهم ويأمر أصحابه أن يحفظوا مكانتهم قال الإمام مسلم أثناء كلامه عن مراتب الرواه لا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ما تنزلش بالرجل العظيم إلى درجة أقل من درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته حطف منزلته ما ترفعش الضعيف هذا فوق ويعطي كل ذي حق حقه كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وهذا يبين لنا كيف كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم كان يحفظ لهم مكانتهم ووجهتهم في قومهم على سبيل المثال أبو سفيان من كبراء قريش ثم صار سيدها بعد ذهاب رؤوسها في غزوة أحد كان رأس قريش لما ماتوا كلهم في غزوة بادر أصبح هو الرئيس فلما أسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم له ذكرا عند فتح مك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فلو جعلت له شيئا قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن عن أبي هريو في قصة الفتح قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفة فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن الإمام النووي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تأليف لأبي سفيان وإظهار لشرفه تأليف له وإظهار لشرفه هكذا يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على مكانتهم عائد بن عمر أن أبا سفيان يقول أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر هذا الإتيان لأبي سفيان مر عليهم كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحذيبية فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها يعني ما استوفت حقها من المكافأة له كالمفروض نعمل إيه يعني نقتله على صنيعه بالإيه بالمسلمين فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي ربنا يغفر لك ويعفو عنك ويسمحك لم ينكر على أبي بكر قوله من وجوب حفظ مكانة سيد قريش لهم كيف تقولوا هذا هو سيد قريش إنما نهوه أن يكون قد أغضب أصحابه وكذلك لما قدم سعد بن معاذ سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه ليحكم في بني قريضة أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقوموا إليه إكراما له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريضة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه راكبا على حمار أجلكم الله فلما دنى قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه فيه إكرام أهل الفضل إكرام أهل الفضل هذا القيام ليس من القيام المنهية عنه وذلك لأن القيام على ثلاثة أقساب القيام على ثلاثة أقساب الأول القيام إلى الرجل وهو من السنة إذا كان الرجل الذي قمت إليه أهلا لذلك مثل ما لو دخل إنسان له فضل في علمه أو دينه أو ماله ثم قمت للتلقاه فهذا من السنة قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم ولأن هذا من الإكرام لذوي الفضل وإكرام ذوي الفضل من محاسن الأعمال والآداب اثنين القيام على الرجل وهذا منهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لأصحابه لما صلوا قياما ومجالس إن كتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا هذا منهي عنه وهذه مسألة خلافية إذا صلى الإمام جالسا هل يجب أن يجلس الناس أو أن يقوموا مسألة خلافية وصحيح أنهم يقومون إذا لم يكونوا مرضى الثالثة القيام للرجل وصورة أن يدخل الرجل علينا فنقوم له تكريما فهذا لبأس به لكن الأولى تركه لأن من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يقوم أصحابه له ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدخل وليقومون له وأشرف البشر وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس صلى الله عليه وسلم لكن نقول في هذا أيضا إن كان قيامك تكريما له فلا بأس لكن إن كان هذا يزيده أو يدخل عليه شيئا من الكبر أو هذا فلا يجوز لك أن تقوم له وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر